في سياق متصل قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة إن قطاع البترول منفتح على التوسع في تطبيق التحول الرقمي في كافة أنشطته وخاصة في منظومة توزيع الوقود وأوضح وزير البترول أن التحول الرقمي في محطات تموين السيارات بالوقود يمضي في أكثر من اتجاه وفق استراتيجية الوزارة سواء من خلال رقمانة منظومة العمل بالمحطات بواسطة الحلول والتقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة وسرعة التشغيل بالمحطات ومنظومة توزيع الوقود للمستهلكين أو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية الخاصة بتيسير التعاملات المالية للمواطنين